دكتورة نوها أهلا وسهلا بحضرتك معنا ويعني حبتدي الحقيقة بسؤال كده متشعب لأن نشاطك الأكاديمي والعملي متشعب جدا يعني حضرتك لك اهتمام بالسياسة بالتعليم بالثقافة بحقوق الإنسان من أين نبدأ؟ أولا نبدأ بإني أشكر حريكا على استضافة وإني سعيدة إن يكون مع حضرتك يعني أنا متأكدة أنه هيكون برنامج جميل وهنتكلم في برضو حاجات متشعبة نبدأ من أين؟ نبدأ من الأساس وإذا كنا هنتكلم على الأساس يبقى الأساس هو الأكاديمية والتعليم فلو حريك سبحتي لإننا نبدأ بالتعليم وإننا نبدأ بالتعليم وعايزة حضرتك تربطيني ما بين التعليم وبين حقوق الإنسان والثقافة يعني أنا بقلق قوي لما الناس تتكلم عن التعليم وكأن التعليم مناهج أو كتب مدرسية بس وينسوا أن التعليم هو ثقافة هو حالة عامة للمجتمع فهنا التعليم هو إذا صح التعليم هيصح حقوق الإنسان والمواطن إذا إدينا قدر التعليم لكل سن سواء في المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو السنوية أو الجامعة أو التعليم المهني إذا اهتمينا بمحول أمية وركزنا عليه لأن الحقيقة أنا بعتبر أنه ده حاجة حزينة في جبهة الوطن أنه يكون لسه عندنا نسبة أمية إذا اهتمينا بأننا نخلين مجتمعنا يحترم التعليم المهني فبالتالي يقبل الناس على التعليم المهني وانطوره كل ده هو حقوق إنسان هو عدم تنمر هو اعتراف بأهمية حقوق الإنسان وهنا لو حريك سمحتيلي أننا يعني هنا نشرح العملية التعليمية ونشوف فين حقوق الإنسان العملية التعليمية هي إيه؟ هي طالب هي مدرسة هي منهج وهي بيئة حاضنة لكل ده وأستاذ وأستاذ طبعا معلم لو بدينا بالطالب الطالب هنا لو واخد حقوقه في الصحة يعني ما تقدريش تجيبي حريك طالب مش فتران الصبح مش متغزي صح وتبعتي المدرسة طفل ما تقدريش تاخدي طالب بيعنب في البيت أو بيتم التنمر عليه في وسط مجتمعه وتبعتين مدرسة ويبقى فيه مزيد من التنمر عليه وما فيش إدراك لأنه الطفل ده من حقه أنه يعيش طفلته ويتمتع بالشمس والهوى وأنه مش المفروض أن أنا أكبله بمناهج سقيلة جدا يرجع بيها الأهل فتدمر الأسرة لأنه الحياة الأمة قادة بتذاكر للطفل ومعندهاش وقت أنها تعلمه حاجات تانية كتيرة في مجتمع ويتعامل مع الأسرة ما عندهاش وقت لأسرتها لأنها تحولت إلى مدرسة تانية في البيت رغم أنه يعني وظيفة الأم مفترض أنه لا يدخل فيها مسألة التعليم هي مش المفروضة أنها تكون مدرسة مش دورها وما نعرفش هي عندها القدرات دي ولا لأ فممكن أنا مش هنا مش بكلم على تعليم يعني يتعلم الحساب ولا تقدر توصله المعلومة ولا لأ تقدر توصله بالطريقة الصحة ولا لأ إحنا أنا بعتبر أنه العملية اللي بيحصل في البيت بعد الضهر ده بيدمر الأسرة لأنه الست فجأة بتلاجئت روحها عندها دور أنها تعد تذاكر لطفل وتسرخ في طفل فتوزع لقطها به لأن هي ما دربتش أولا يعني ذلك توصيف جميل لهذه الحالة يعني